اغرب حالات الولادة التي وقعت في الدول العربية سبحان الله ولكن قبل مشاهدة الفيديو أدعمنا بإعجاب لتستمر هذه النوعية من الفيديوهات كثيرا ما يصادف أطباء النساء والتوليد بعض عمليات الحمل والولادة الغريبة التي يثار حولها الجدل مثل الجد التي تلد حفيدتها والمرأة التي تنجب توأى من رجلين مختلفين وغيرها من الحالات التي ما زال الطب عاجزا عن تفسيرها حتى الآن يستعرض الكونسولتو في التقرير التالي أغرب حالات الحمل والولادة التي حيارت الأطباء حول العالم 1- ولادة طفل بدون جلد في حالة نادرة ولد الطفل الأمريكي جاباري جراي وجميع أجزاء جسمه منزوعة الجلد باستثناء الرأس والساقين ما شكل مشكلة كبيرة لوالديه وأقاربه الذين لم يستطيعوا حمله أو تقبيله دون ارتداء قفازات واقية واتضح للأطباء بمستشفى تاكساس للأطفال النجراي مصاب بمرض يدعى انحلال البشرة القفاعي وهو عبارة عن مجموعة من الاضطرابات الوراثية تصيب النسيج الضام وتسبب ظهور بثور على الجلد والأغشية المخاطية مشيرين إلى أنه في حالة نادرة تصيب عشرين مولوداً بين كل مليون مولود في الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً لصحيفة سانيك سيبرس نيوز أنتونيو واعتمد الأطباء في علاج الحالة على إجراء عملية ترقيع للجلد لتغطية الأماكن التي لم ينمو فيها اثنين ولادة طفل من سيدتين مختلفتين تغلب الأطباء على حالة عقم تعاني منها سيدة وساعدها على إنجاب طفل بطريقة مبتكرة من خلال التلقيح الصناعي بأخذ بويضة منها وأخرى من سيدة متبرعة فضلاً عن السائل المنوي من الأب ولجأ الأطباء إلى هذه التقنية لأن الأم مصابة بمرض الميتو كندريا مجموعة من الإضطرابات النتيجة عن خلل في وظيفة الميتو كندريون المسؤولة عن توصيل الطاقة للخلية وهناك احتمالية كبيرة لانتقاله إلى الطفل عند الولادة 3- جدة تلد حفيدها لأول مرة في العالم أجرى ريوبورت بالعاصمة البريطانية لندن عملية ولادة لجدة تلد حفيدها استغرقت نحو ست ساعات وفقاً لصحيفة تليغراف 4- البريطانية كانت والدة الطفل تعاني من مشكلات بالرحم ما جعل الأطباء يفكرون في عملية زرعي واحداً آخر سوف يتم استئصاله من والدتها وفي حادثة أخرى استطاعت الجدة إيمان مايلز أن تلد حفيداتها بعد أن وافقت أن تكون بديناً لابنتها التي ولدت بدون رحم وفقاً لديني ميل ولأن المبيض الخاص بنجلتها تريسي سميث كان لا يزال يعمل بكفاءة فقد تم أخذ بويضة منها وتلقيحها بالحيوانات المنوية من الأب ثم زرعها في رحم الجدة التي تم تأهلها لذلك بفقدان 325 جراماً من وزنها فضلاً عن تلقيها كرصة من العلاج الهرموني أربعة سيدة تنجب توأم من رجلين مختلفين في واقعة غريبة أنجبت سيدة صينية توأماً من رجلين مختلفين وتم اكتشاف هذه الواقعة النادرة عندما ذهب الثلاث إلى قسم الشرطة واعترفت الأولى أنها خانت زوجها وفقاً لصحيفة دينيميل ويقول الأطباء أن هذا النوع النادر من الحمل يحدث عندما تقيم المرأة علاقة حميمية مع رجلين مختلفين قبل أو بعد تلقيح البويضة بنحو يومين خمسة طفلة تنقذ أمها قبل ولادتها عندما ذهبت الأم ياسمين راندال تسعة وعشرون عاماً لإجراء فحص للجنين في الأسبوع الثامن اكتشف الأطباء إصابتها بورم بالمثانة ينمو داخلها وعلى الرغم من ضرورة إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم حذر الإطباء الأم من احتمالية وفاة الجنين ولكن العملية تمت بنجاح في الأسبوع التاسع عشر من الحمل واستطاعت أن تلد طفلتها لوتي وهي في صحة جيدة سيدة تضع مولودها رغم وفاتها بعد وفاتها دماغياً إثر أزمة ربو حادة ظل طفل الرياضية الدولية كاترينا سكيرا على قيد الحياة داخلها وهي حالة طبية نادرة وفقاً لموقع بي بي سي ووالد الطفل سيلفادور بعد فترة حمل استمرت 32 أسبوعاً بعد أن قررت العائلة الاحتفاظ بالطفل رغم وفاة الأم رغبة من زوجها برونو الذي أراد أن يصبح أباً سيدة سيدة تلد ثلاثة أطفال في 26 يوماً بعد مرور 26 يوماً من وضع عريفة إيتي 20 عاماً قاتلة في بنجلاديش لطفلها الأول فجأت أنها تعاني من آلام شديدة وتبين للأطباء أنها حامل في توأمين آخرين ما جعلها تقضع لجراحة قيصرية على الفور لإخراجهما بحسب صحيفة تليغراف البريطانية وتعتبر هذه الواقعة حالة نادرة لم يشهدها الطب منذ 30 عاماً وفقاً لبودار أحد الأطباء الذين أجروا الجراحة لعريفة لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة أعرف دينك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر